موسيقى أداب السلوك العام أو الأتاكيت لأنه لما تقول أتاكيت ربما يتساءل المشاهد أنه أحياناً ما يعرف مصطلح أتاكيت نسميه أداب السلوك العام أو الأتاكيت كيفك هو كمفردة سواء استخدمتها بهذا اللفظ أو بذاك اللفظ من ذات المعنى ربما أنه اللفظة مجملة أكثر ربما تكون عالمية أكثر لما نقول أتاكيت وهل يعني أنه أنا لما أطبق مهارات أو أدرس معارف الأتاكيت بأنه أنا إنسان انسلخت عن ثقافتي وقمت أطبق ثقافة الآخر ربما يفهم الآخر من عندي أنه أنا أطبق سلوكيات غير إسلامية أو غير عربية أو مو من ضمن ثقافتنا لا واقعاً من ضمن ثقافتنا لأنه آداب السلوك العام أو الأتاكيت خنسميه أنه الإسلام أول من طلب من عندنا أن نمارس هذا السلوك وكثير من الشواهد على هذا الموضوع على موضوع آداب السلوك عام ما طلب من عندنا أنه نمارسها لما نتكلم عن الإسلام وشون ننظم لي قواعد السلوك العام شون ننظم لي علاقتي بذاتي شون ننظم لي علاقتي بربي شون ننظم لي علاقتي بالآخر شون قال لي احترم الأم احترم الأب احترم الجار احترم الصديق احترم ذاتك احترم كل الأشياء اللي تحيط بيك وبالتالي احترم الليل احترم النهار احترم كل المخلوقات فمعنى انه هذا آداب سلوك عام انه يراد من عندي اطبقها واحدة من أبسط الأشياء لما يريد تتعامل ويزوجة النبي عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لي رفقا بالقوارير لما يجي يقول لي اثناء المعاشرة انك عليك ان تمارس السلوك الفلاني والفلاني حتى انه تقبل لا تقدموا لنساءكم كالبحائم معنى انه انا ما اجي اذا ما عندي مقدمات وهذه المقدمات يعرفها وعلماء الاخلاق وضعوا قواعد عامة انه امارسها مقدمة كل الاشياء فعليه نظموا لي ايضا آداب للطعام وآداب للسلام وآداب للمصافحة وآداب للولائم وآداب للجنائز وآداب لدخول المسجد آداب لخروج من المسجد آداب للدخول بصلاة الجماعة كل هذه آداب معنى آتكيت معنى انه انا لما اريد اطبق ذنني فعلا انه انا انسان امشي حياتي ماشية على آتكيت معين اليوم لما نريد نطبقها هذه كلها فعلا تفيدنا بحياتنا اليومية أي فعلا تفيدنا بحياتنا الاجتماعية تفيدنا على المستوى الشخصي على المستوى الأسري على المستوى الاجتماعي على المستوى النفسي طبعا لأنه الإنسان لما يريد تعامله إياه كرئيس ومرؤوس أنا راح أتعامل على المستوى الرسمي أو الاجتماعي أنا راح ضمن الأتكية المعين اللي مطلوب من عندي أنا أراعي المساحة المياه الأقليمية اللي عنه أنا بينه بين الأشخاص أو علاقتي بالأشخاص هي تفصلني بيناتهم أربع مسافات وبالمناسبة وأنا أتكلم عن أربع مسافات هنا الأتكيتي يقول لك يفترض أنه أنا لما أجاي أتعامل مع جهة مباشرة اللي هي المشاهد واللي هو أمامي يفترض أنه أنا أقول له أربعة يعني باطن الكف علي من على وجهي أنا مو على المشاهد فهذا أتكيت هي محسوبة هادي لما أنا أجي أقول أربعاً وما قادر أنه أوجهي الكاميرا إيدي وخصوصاً لما يكون خمسة أقول خمسة إي واحد اثنين ثلاثة غير ما أنه أنا أقلب هذا قف اليد وأقول يابع أنه خمسة وأكيد المشاهد عارف شنو قصدي وعارف شنو اللي أريد أنا لما أريد أطلع من قاعة الدرس أنا أطلع ووجهه وين؟ وجهه باقي على الجمهور إلى أن أكمل مشواري وأنا أطلع من الصف أو من قاعة الدرس فهذا سلوك أنا لما أريد أعد أعد بالطريقة الفلانية أنا لما أريد أجلس بجلسة رسمية لازم لأقدم فالأقدم وخصوصاً هذا السياق العسكري أنا مجموعة الضباط حسب الرتبة العسكرية أنه أنا قعدتهم تكون أحافظ على مساحة المياه الأقليمية مع الأشخاص اللي هنه أربعة مثل ما اتفقنا أنه وحدة المساحة الحميمية اللي تفصل بين وبين الشخص عبارة عن ذراعه هذا ضمن المساحة الحميمية أو المسافة الحميمية اللي هو يكون دولة الأشخاص اللي تربطن بيهم علاقة حميمية زوجة ابن أب أخت دولة الأشخاص اللي ضمن ضمن المرتبة الأولى بمرتبة القرابة هدولة اللي حق أوقف وياهم بهذه القرب بهذه المسافة بهذا القرب أقصد ذراع واحد ليش؟ لأنه غيرهم ما مسموح ليفوت لهذه المساحة إلا ما أنا أسمح له أو أنا أسمح له بالدخول لهذه المسافة كون ارتبطت وياه بعلاقة معينة هذه العلاقة تسمح لي أن أدخله أو تسمح له أن يفوت الثانية اللي هي منه؟ الثانية اللي هي علاقة الشخصية أنه أكو أشخاص أنا ما دخلهم حميمية علاقة وياهم مو حميمية لكن شنو علاقتوا ياهم شخصية اللي هو تفصل بيناتنا الذراعين يعني وقفتوا ياهم ذراعين يعني ممكن أكثر بس أقل لا ليش؟ لأنه أنا محدد ضمن معايير عامة آداب سلوك عامة ذولة اللي هما جروبي الخاص مجموعة الخاصة الثالث أو المسافة الثالثة هي المسافة الاجتماعية المسافة الاجتماعية الأقارب عن بعد الأصدقاء عن بعد قروب العمل الأوسع طلاب جامعة وياي أساتذة جامعة أخرى وياي المهم فذولة هاي المساحة الاجتماعية ابن المدينة يعني أقصد محافظة ابن البلد أحيانا في بلد آخر ذولة تربطك بعلاقة اجتماعية بعد أكو علاقة عامة أنه الناس صنفان أما أخل لك في الدين أو نظير لك في الخلق أنه بالنهاية احنا كنا عراقيين بالنهاية احنا كنا عرب بالنهاية احنا كنا مسلمين بالنهاية تجمعني قواسم مشتركة فالعلاقة اللي تربطني بيه شنو؟ علاقة عامة هذه العلاقة الثانية ذكرتها أنه تفصلني بيهم ذراعين أقل شيء العلاقة الثالثة أو المسافة الثالثة أنه ثلاث أذرع فما فوق والعلاقة الرابعة اللي هي أربعة أذرع فما فوق وبالتالي أنه أنا حتى وقفت مع الآخر محسوبة ضمن أتكيت معين بعد أنه أنا التقديم والتعارف من الآداب اللي تعلمناها وإحنا صغار علمونا أنه أنت لما تريد تعرف بنفسك تعرف أنا فلان واتعرف بالشخص الآخر وخصوصا لما يجي ضيف لاحظ بالمناسبات العامة أكو شخص خاص للتعريف مثل المرشد السياحي لما تروح إلى مكان سياحي رح يقول لك يعرف لك عن هذا المكان وآثاره وتراثه وشنوبيه ومهنئجه وامتداده وبعد التعريخي وبعد المكاني والزماني فبالتالي هذا الشخص اللي موجود بالمناسبات يعرف يقدم ويعرف وبعد أكو أتكيت أتكيت المصافحة أنا لما أريد أصافح شخص وهو أي مهمة هاي موضوعة المصافحة أنا لما أريد أخلي إيدي أولا يقول لك ضمن المعايير العامة أن شي يكون يكون أنه الإيد لا إيدك أقل حتى تشعر بالخضوع ولا إيدك أعلى من المقابل حتى تشعر بالكبرياء هذا واحد لا إيدك بهذا الاتجاه حتى أنت تشعر أنه أنت الأعلى وهو يشعر أنه هو الأقل وبالتالي راح يعكس هذا هو هم يريد يشعر أنا دائما أنه أنا أبادر أنه المقابل لما يشعر بهذه المبادرة تلقائيا راح يقلوه بإيدي بعد أكو أشخاص لما يلزم لك إيدك يلزم لك إيدك يسوي لك بها شلل يقطع لك أصابعك أو أكو واحد هذا ما مقبول بنفس الشيء ونموذج آخر هذا النموذج الآخر تشعر وكأنه بعد شوي إصابع يتركه بإيدك ليش؟ لأنه اللزمة ما للإيد مصافحته باردة هادئة ما عرفش بيها بالتالي تشعر بعدم الاهتمام تشعر وكأنه إسقاط فرض تشعر وكأنه مجبور جاي سلم عليك أحيانا أشخاص لا فضلا عن أنه يخلي إيدك بإيده يخلي إيده الثانية فوق إيدك أو يلزمك منه أو يلزمك من شتفك فبالتالي أنه هذه مجموعة معايير تختص بالمصافحة أتكية الحديث أصلا أنه أنا لازم أتعلم أتكية الحديث أنه من اللي يبدأ أولا ما أتعلم أسلوب المقاطع أنه أنا أقاطع الشخص ما أشوش الأفكار ما أكون إنسان ثرثار أناقش بكل الأشياء إلا الموضوع المفتوح فبالتالي شرح يصير عندي رح يصير عندي معايير عامة أطبقها حتى شنو حتى أنفذ أتكية الحديث ما أقاطع الإنسان أصغيله درجة الإصغاء التام لأنه أنا أنا ما أسمع له وكأنه هو أي شخص يتكلم أولا أكون أنا أسمع له وأنا قاصد أسمعه ومنتبه للكلام اللي جاي يقوله وبنفس الوقت أدي إنصات تام أنا أنصت لهذا المتحدث بعد أتكية الملابس الزي الرسمي أنا لما أروح يقيناً لما أروح بمناسبة وهذا مثلاً حفل تأبيني مناسبة عزة يعني أنا رايح للعزة ما منطقي إنه أنا أروح للعزة ولابس وردي ولا منطقي إنه أنا أروح للفرح ولابس أسود ما منطقي إنه أنا أروح ببجامة وقميص وأنا رايح بمناسبة رسمية ولا منطقي إنه أنا قاعد بحديقة البيت أنا والأطفال ولابس ربطة وقاط فكل شيء إلى مكانة وكل شيء إلى أتكية الخاص أتكية الملابس وبعد أكثر من هذا أتكية لغة الجسد لغة الجسد أهم لغة من لغات العالم اللغة العربية هذه اللغة عبارة عن 28 حرف تطلع لآلاف المعاني من خلال تزاوج الحروف مع بعضها والألفاظ مع بعضها تطلع لآلاف بالمئات المعاني بالملايين المعاني لكن لو كانت لغة بألف حرف كم معنى تطلع لكم مليار معنى تطلع ل اللغة الوحيدة اللي قادر أن تجمج معنيين في زمان واحد في مكان واحد أنه لأشخاص متفقين بالثقافة ومتفقين بكل شيء كل واحد من عدهم يوصل يوصل لمعنى مختلف عن الآخر كلانا يظهر بغضا وكل اللي صاحبه مكينه لكن في العين نظرات وفي القلب حب دفينه أنا أفهم أنه أنت مو على وفاقية لكن لغة العين تقول إحنا نحب بعض لغة العين أحيانا تطي مشاعر وتطي أحاسيس هذا منه اللي تعامل بها؟ تعامل أتكيت منه؟ أتكيت لغة الجسد أحيانا أنه أنا بلغة الجسد أشعرك بأنه أنا جد أحبك أحيانا بلغة الجسد أشعرك بأنه الطاقة السلبية اللي تطلع من هذا الجسد وانكسارات والتواءات الجسد تبين أنه أنا قدر الانزعاج من عندك فعليه أنه أنا كون ألاحظ هذه اللغة الجسد وأثرها بعد عندي أتكيت عام ومهم جدا أنه علموناه وموجود بروايات آل البيت عليه السلام أنه موجود أتكيت المائدة لازم تأكل من الذي يليك يعني اللي قدامك وقواعد السلوك العامة ثبتت يا أخي أنت لما تريد تقدم وبالضرورة أن تشعرني بالاهتمام لما تخليلي عشرين معون قدامي وتخلي السفرة مليانة موعين وأنا ما عندك وتجيب الناس كلها تقعدها يشترط أنه أنا لما أريد آكل بهذه الصورة لاحظ هذه الصورة أنه أنا أكون المسافة بين شخصين هذا الشخص لما أريد يأكل أحيانا أنت الطب الطب واقف كأنك صفح حتى تمد إيدك شوية تأكل ليش؟ لأنه ما رعا لك هذا الشخص رعا لك أتكيت الطعام أحيانا طريقة المضغ طريقة الكلام أثناء الطعام صدور أصوات هذه الصوت قد تزعج المقابل اللي جاء يأكل أمامك أنه طريقة يعني مسكك للأشياء طريقة تناولك للأشياء أحيانا السلوكيات يعني والله هي تدلل على الكرام وتدلل على الاحترام لكن هي أحيانا النفس تتقزز من عدي أنا أنا لما إيدي بحلقي مثلا أو الخاشوقة مالتي بحلقي وبعد شوية أخذ من معون المرق عدير الصاحب ما هي كانت بحلقي أو أنا إيدي بحلقي وأنه أنا أمضغ بلحمتي أو أمضغ بطعامي وطلعت إيدي من حلقي وبعد شوية جبت لحمة فركتها بإيدي وحطيتها قدام صاحبه هو يحترمك كونك كريم وكونك تشعر بمسؤوليتي بس منه قال لك أنه أنا ما أشوف منه قال لك عيني بها حوال ما أشوف اللحمة اللي أمامي واقعا شكرا إليك لأنك أنت بصدق النواية أنت سوها شكل لكن لما تريد ضمن القواعد العامة والسلوك العامة وآداب السلوك العامة يقول لك لا ما من حقك اترك الآخر أنه يتناول اللي يريده اترك الآخر ياكل اللي يريده المقدار هم اللي يريده اتا لا تسهب بالاهتمام لأن الإسهاب بالاهتمام يثير في النفس الريبة يعني أن بعدين اتا ليش يتحلفني كل شوية أنه يقول لي الله عليك العباس عليك لازم تأكل هاي والتمنو قال لك أنا لازم أكل هاي الموزة أو هاي قطية البفزة تفتح ليها وبالتالي هاي راح سبب لي مشكلة فأنه أنا أريدك تنطيني الاهتمام بما أستحق أريدك تنطيني الاهتمام بما هو يسمى اهتمام ما يثير بالنفس الريبة إذا قدرنا نطبق هذه المهارات أنه أتكيت الطعام أتكيت الحوار مهم أيضا أتكيت الحوار بأنه أنا لما أحاور الشخص أراعي أراعي مستوى هذا الشخص ثقافة هذا الشخص أنا اليوم أفهم اللغة الفرنسية وأجي إلى ناس بالبادية وأتكلمهم باللغة الفرنسية مو معنى أنهما ما يفهمون أنا ما فاهم الحياة وأنا ما فاهم صح كوني أنه أتكلم مع ناس باللغة غير لغتهم وباللهجة غير لهجتهم أو بثقافة أعلى من مستواهم أو أتكلم بثقافة أنزل دون مستوى ثقافة الآخر أشعر الآخر بعدم الفهم لأنها أنزل إلى مستواك وأتكلم ياك باللغة الأدنى منه قال أنه هو يريد هذه اللغة الأدنى منه قال أنه أقل فكرة من عندك لا تهين الفقير علك تركع والدهر يرفعه ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم فبالتالي لا تقدر الأشياء وتنطي الأشياء مسميات هي موئلة هي ما ترهم عليها هي ما راه موياها خليك أنت تلتزم بمعايير العامة تلتزم بآداب السلوك العامة عندك قاعدة عامة هي اللي هي الأتكيات أتكيات يحدك علاقتك مع نفسك علاقتك مع الآخر علاقتك مع أسرتك علاقتك مع الأسرة الأكبر علاقتك مع المجتمع تعرف أنه شون تلتزم التزامك الأخلاقي مع نفسك ومع المجتمع أنه تعرف تطبق معايير الطعام اللي تكلمنا عنها معايير الاجتماعات اللي تكلمنا عنها طريقة ارتداء أكل ملابسك طريقة تناولك الطعام طريقة تقديمك للطعام طريقة زيادة احترامك وحبك للآخر على أن لا تثير بالنفس الريبة زيادة الاهتمام تثير بالنفس الريبة عند الآخر أقصد فبالتالي إذا التزمنا بكل هذه المعايير حسينا إحنا انتقلنا انتقالة جدا رائعة وتشعر أن المجتمع بدأ يتغير لأن هاي تقاليد بدأ ما يتقبلها مو كونه هو استورد فكر كما يقال استورد فكر وهذا الفكر هو جاي من خارج الحدود هذا الفكر اللي نتكلم به هو طبقا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام طبقا لما أرادوه آل البيت بأحاديثهم برواياتهم بكتبهم كل هاي المعارف والمهارات التي تتكلمنا عنها هي وفق ما يردو آل البيت عليه السلام فخلي نكون صادقين مع نفسنا ونحسن التعامل مع نفسنا ومع الآخر ونطبق المعايير يريدوها آل البيت هذا اللي يسمح بوقت الحلقة لهذا اليوم أكيد رح أكونوا معكم بحلقة جديدة من برنامجنا سايكولوجيا الذات فهم الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر